كيف وصل بعجيلة إلى الولايات المتحدة؟ من خطفه من طرابلس؟ ومن سلمه للولايات المتحدة؟ بعد التحية لحضرتك والمشاهدين الكرام، يعني ميليشيات مسلحة من مدينة مصراطة تتبع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية اقتحمت منزل بعجيلة المريمي في منطقة بوسليم بالعاصمة طرابلس وتم نقله بعد ذلك إلى مدينة مصراطة وسلم هناك إلى قوات خاصة أمريكية طائرة أمريكية من قوات المارينز هبطت إلى مصراطة وتسلمت بعجيلة وهو أحد المسؤولين في جهاز المخابرات الليبي السابق ونقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في تحدي صارخ للسيادة الليبية لأنه لا توجد أي اتفاقات تسليم ما بين الجانبين الليبي والأمريكي لم توقع ليبيا مع الولايات المتحدة على اتفاقية لتسليم المجرمين والأهم من ذلك أن هذه القضية تم تسوياتها بشكل كامل بموجب اتفاق وقع عام 2006 بين الولايات المتحدة وما بين ليبيا وإثر هذا الاتفاق تم تعويض أسر الضحايا بملايين الدولارات إذن الملف تم تسويته قبل قرابة 15 عاما لماذا يفتح الآن من جديد ومن المستفيد من إثارة هذه القضية اليوم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية هي المستفيدة من فتح هذا الملف فهي المستفيد الوحيد لأن هذه الحكومة انتهت ولايتها القانونية ومع تردد الأنباء وتصريح رئيس مجلس النواب الليبي بأن هناك مشاورات تجري مع رئيس مجلس الدولة لتشكيل حكومة جديدة وتوحيد السلطة التنفيذية ارتأت هذه الحكومة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة بأن تبرم صفقة مع الجانب الأمريكي بموجب هذه الصفقة تسلم حكومة الوحدة بوعجيلا المريمي إلى الجانب الأمريكي في مقابل أن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار هذه الحكومة وقد اتضح هذا جليا بعد تسليم حكومة الدبيبة لبوعجيلا مسعود خرج السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في حوار لجون أفريك وقال أن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة المؤفقة الوحيدة في ليبيا هي صفقة إذن سيد جمعة وأن أمريكا ترفض تشكيل حكومة جديدة نعم هي صفقة نعم صفقة صفقة سرية أبرمت بين حكومة الدبيبة بين الولايات المتحدة الأمريكية الذي هندس وأشرف على هذه الصفقة إبراهيم الدبيبة الذي يتولى منصب مستشار الأمن الليبي التابع لحكومة الوحدة ووزيرة الخارجية نجلاء المنجوش التي ألمحت إلى هذه الصفقة خلال حوار مع بي بي سي منذ عام وقالت أن الحكومة الوحدة مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم أي من المطلوبين إلى الجانب الأمريكي لكن الغريب في الأمر أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هو الذي هندس الاتفاقية التي أبرمت بين ليبيا والولايات المتحدة لإنهاء هذا الملف عام 2006 عندما كان عوضو في الكونغرس ردت الفاعل والتحركات التي يقوم بها البرلمان الليبي بعد معرفة مصير بعقيلة كيف تصفها وما أهميتها وهل سينتج عنها أي قرارات أو إجراءات فعلية؟ تحرك البرلمان الليبي هو تحرك مهم للغاية لحفظ السيادة الليبية ما جرى هو انتهاك لسيادة الدولة الليبية بأن تنزل قوات أجنبية إلى مصراطة وتقوم باختطاف مواطن ليبي وتنقله إلى ولايات المتحدة الأمريكية كي يتم محاكمته في اتفاق دولي أشرفت عليه عدد من الأطراف الإقليمية والدولية ورحبت به ودفعت ليبيا ملايين الدولارات في مقابل عدم فتح هذا الملف تواصلت مع مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف في ليبيا وقال لي أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي في هذه اللحظات للوقوف على ملابسات اختطاف المواطن الليبي وعلى أي القضايا هو مطلوب لو تم محاكمته في قضية لوكيربي فهذا الأمر منافي للاتفاق والمواثيق والتعهدات التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة الليبية نحن ننتظر بيان رسمي من مكتب النائب العام الليبي لحسم الجدل في هذا الأمر وأتوقع أنه سيهاجم عملية اختطاف المواطن الليبي في هذه القضية التي تم تسوياتها منذ 16 عاماً ردت الفعل من أهالي بعجيلة كيف يمكن تصورها خلال الأيام المقبلة بعد معرفة مصير ابنهم بعجيلة ومثوله أمام القضاء الفيدرالي في واشنطن؟ الموضوع يمس الكرامة الليبية وبالتالي سيكون هذا التحرك شعبي كامل وشامل من القبائل الليبية وتحديداً من قبائل المنطقة الغربية بعد الوعودات التي قطعتها حكومة الدبيبة وقالت أنها ستفرج عن السيد بعجيلة المريمي خلال زيارة أسرته له في مدينة مصراطة الرجل يعاني من أمراض مزمنة وسمح بزيارة أفراد أسرته له وقال لهم أنه يعاني ظروف صحية صعبة وأن الجانب الذي اختطفه وهي ميليشيات تتبع حكومة الوحدة وعدت بالإفراج عنه حكومة الوحدة الغريب أن عم حميدة بيبة منذ أسابيع ألمح إلى أن حكومته لم تتورد في هذا الأمر وليس لها علاقة بهذا الأمر في المقابل تؤكد السلطات في سكوتلاندا وليلات المتحدة أن حكومة الوحدة هي التي سلمته وحكومة الوحدة هي التي تبصد سيادتها على المنطقة الغربية بشكل كامل الغريب في الأمر أن حكومة الوحدة ووزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة منتهت الولاية تلتزم الصمت ولا تدلي بأي تصليحات وترفض التعليق على الأمر والمستغرب أيضا موقف المجلس الرئاسي الذي يلتزم الصمت تجاه هذه القضية